السلالة المتحورة البريطانية أكثر انتشاراً وأكثر عدوى هذا ما أكدته الدراسات المحبرية الدولية فهي أكثر فتكاً بنسبة 30% مقارنة بفيروس كوفيد-19 وهي نسبة الفتك ذاتها للسلالة الجنوب إفريقية إلا أن السلالة النيجيرية تشكل الخطر الأكبر بحسب كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة لعلم المتحورة البريطانية المتحورة البريطانية وماذا كانت تشكل الخطر والمتحورة البريطانية والمتحورة البريطانية المتحورة البريطانية التي يمكن أن تكون قوية بفيروس كوفيد-19 منعة القطيع الحل الذي لجأت إليه الجزائر منذ فترة لمواجهة وباء كورونا هل سيكون فعالاً مع السلالات المتحورة التي ظهرت مؤخراً؟ وما مدى فعالية اللقاحات ضد هذه الفيروسات؟ سيكون الله نعمل لما اظنهاsis المتحورة البريطانية جزائر من حGive Extension التي مؤخراً مرتففة البريطانية المتحورة البريطانية المتحورة البريطانية lands dias الوضعية الوبائية في الجزائر اليوم مقلقة لكن متحكم فيها إذا ما تم استعجال التطبيق الصارم للتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والتزام التباعد لتفادي ضريبة قد تكون كبيرة تتحمل عبئها المصالح الاستشفائية ويدفع ثمنها المواطن